هناك العديد من الأفاعي التي تعيش حولنا منها السام ومنها الغير سام، والسامة منها ضعيف السمية وشديد السمية، وفي هذا المقطع سوف نتعرف على أخطر الأفاعي في العالم. الأفعى المجلجلة تتواجد بكثرة في القارة الأمريكية ويمكن تمييزها من صليل زيلها، ومن الممكن أن يقتل سمها إنسانا بالغا خلال عشرون دقيقة، حيث يقوم سمها باستهداف الدورة الدموية وتدمير الأنسجة والأعضاء الداخلية، وتصاب الضحية بصعوبة في التنفس وشلل ونزيف حاد يؤدي إلى الوفاء. ومن الغريب أن صغارها أكثر خطورة من البالغ منها ثعبان الموت تعيش في أستراليا وغينيا الجديدة، ولا مانع عندها من افتراس الأفاعي الأخرى، ويمكن أن يضخ في للدغة الواحدة من أربعون إلى مئة ميلي جرام من أكثر السموم فتكا في العالم، حيث يستهدف الجهاز العصبي، لهذا يصاب ضحاياه بالشلل التام حتى أنه لا يستطيع التنفس ويموت في خلال ستة ساعات فقط. أفعى الحنش توجد في معظم بقاع الأرض ولكن أكثر أنواعها السامة توجد في الشرق الأوسط والهند والصين، وتتميز بسرعتها وتنشط ليلاً وخصوصاً بعد هطول الأنطار، تؤدي لدغتها إلى نزيف في اللفة ثم انخفاض في ضغط الدم وتوقف القلب، وقد تموت الضحية خلال إسبوع إلى إسبوعين، الكوبرى الفلبينية يعد سمها من أقوى سموم أفاعي الكوبرى، وتستطيع أن تقذف سمها لمسافة ثلاثة متر، وتؤدي لدغتها إلى فشل في الجهاز التنفسي والقلب، وتؤدي إلى الموت خلال ثلاثون دقيقة. أفعى النمر موطنها الأصلي أستراليا وتستطيع أن تقتل رجلاً بالغاً في ثلاثون دقيقة، تؤدي لدغتها إلى أوجاع شديدة في القدم والرقبة، ثم تليها تعرقاً وسرعة في التنفس ثم شلل. أفعى المام بالسوداء تعتبر أكبر أفعى في أفريقيا حيث يبلغ طولها أكثر من أربعة متر، كما أنها أسرع أفعى على سطح الأرض، وهي أفعى عدائية جداً، وتبخ في اللدغة الواحدة سم كافاً لقتل خمسة وعشرون رجل، ويؤدي سمها إلى نعدام في الرؤية وارتفاع درجة الحرارة ثم شلل تام، وفي النهاية تتوقف الرئتان عن العمل ثم تموت الضحية. أفعى التايبان هي من أفاعي أستراليا السامة، يستطيع سمها أن يقتل 12 ألف فأرام مرة واحدة، ويقوم سمها بتكوين جلطات في شرايين وأوردة الضحية، كما أنه يستهدف جهازها العصبي ويؤدي إلى الوفاة في أقل من 60 دقيقة. أفعى الكريت الزرقاء تعيش في جنوب شرق آسيا، وهي من الأفاعي التي تتغذى على الأفاعي الأخرى حتى من نفس فصيلتها. 50% من عضات هذه الأفعى قاتلة حتى مع استخدام الترياق المناسب لها، حيث يقوم سمها باستهداف الجهاز العصبي، وشل الضحية بشكل تام ثم تموت خلال 6 إلى 12 ساعة. الأفعى البنية الشرقية تعتبر أخطر أفعى على وجه الأرض، حيث يمكن 2 من ألف غرام من سمها أن يقتل إنساناً بالغاً في دقائق معدودة، ولكنها لا تستخدم سمها عند مهاجمة البشر، ففي معظم الأحيان تقوم بعض الضحية دون أن تحقن سمها. أفعى التايبان البرية هي صاحبة أقوى سم بين جميع الأفاعي البرية، تستطيع بعضة واحدة أن تفرز 110 غرام من السم، وهذه كمية كافية لقتل 100 إنسان بالغ في أقل من نصف ساعة، ولكنها أفعى خجولة ولا تحب الإختلاط بالبشر، لذلك معظم ضحاياها من صائدي الأفاعي لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليأتيك كل جديد